مناطق القوة والضعف لدى الطالب في مهارة الاستذكار هناك أنماط من الطلاب لديهم بعض الخصائص المتعلقة بطريقة الاستذكار مثلاً يصابون بالملل بعد وقت قصير من المذاكرة يكتشفون عدم فهم بعض المعلومات عند استرجاعها بعد تدوينها أثناء شرح الأستاذ يصابون بنوبة من التوتر قبل الاختبارات ويؤثر ذلك على أدائهم بشكل غير متوقع لا يستطيعون إنهاء واجباتهم وتكاليفهم في الوقت المحدد يفضلون المذاكرة عادة أمام التلفزيون أو عندما يكون الكسيت مفتوحاً يشعرون بأن ذهنهم قد أغلق حينما يستذكرون المعلومات لمدة طويلة يبحثون عن مكان مناسب يصلحوا للاستذكار يحتاجون دائماً إلى أدوات مدرسية كالأقلام والأوراق والملفات وغيرها يتساءلون دائماً متى يدركون ما فاتهم من الدروس عزيز الطالب للتدرب على الأنشطة المتعلقة بمناطق القوة والضعف لدى الطالب في مهارة الاستذكار قم بالدخول على تبويب الأنشطة من قائمة محتوى المقرر عزيز الطالب إليك بعضاً من النصائح التي تساعدك على معرفة قدراتك ومهاراتك في الاستذكار فكر في الحصول على دورة جديدة لسد أحد أوجه النقص لديك أترك ساعة أو أقل بين كل محاضرة وأخرى فهذه لها أهميتها للمراجعة وتدوين الملاحظات قم بعمل تبادل بين المحاضرات السهلة وبين المحاضرات الصعبة لعمل تعزيز موجب تجنب قدر الإمكان أخذ أو تسجيل مقررات في مواعيد لا تحبها كلما كان ذلك متاحاً لك حاول وضع إيقاعاً ومواعيد ثابتة كلما أمكن للاستذكار أو المذاكرة في الأوقات التي ترتاح أنت لها